الآن وكلوان وإلى دهر الداهرين أمين أبانا الذي في السموان ليتقدس اسمك ليأتي ملاكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض قبزنا الجوهر أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشري أمين يا رب برحم المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكلوان وإلى دهر الداهرين أمين هل منزد ونركع لملكنا وإلهنا هل منسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وإلهنا ليستجب لك الرب في يوم الحزن لينصرك اسم إلهي عقوب ليرسل لك عوناً من القدس ويعضدك من سهيون ليذكر كل دبائحك ويستسمن محرقاتك ليعطيك الرب على حسب قلبك ويتمم بغيتك كلها فنتهلل بخلاصك وباسم الرب إلهنا نتعظم ليتمم الرب جميع طلباتك الآن علمت أن الرب قد خلصا مسيحه استجاب له من سماء قدسه الخلاص إنما يتم ببأس يمينه هؤلاء بالعجلات وهؤلاء بالخيل أما نحن فباسم الرب إلهنا ندعو هم تعرقلوا وسقطوا أما نحن فقمنا وانتصبنا يا رب خلص الملك واستجب لنا في أي يوم ندعوك يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك يبتهز جدا مشتهى قلبه أعطيته وملتمس شفتيه لم تعدمه لأنك أدركته ببركات الخير وضعت على رأسه إكليلا من حجر كريم حياة سألك فأعطيته طول الأيام إلى أبد الآبدين مجده بخلاصك عظيم مجدا وجلالا تلقي عليه لأنك تعطيه بركة إلى جيل فجيل تبهجه بالسرور أمام وجهك لأن الملك يتوكل على الرب وبرحمة العلي لا يتزازع لتدفر يدك بجميع آدائك تدفر يمينك بجميع مبغذيك تجعلهم كالحطب في تنور نار حين يتجلى وجهك الرب يزعجهم بغضبه فتأكلهم النار تبيد من الأرض تمرهم ونسدهم من بين بني البشر لأنهم عزموا عليك بالشر وقاموا بمؤامرات لم يستطيعوا تنفيذها لأنك تردهم على أعقابهم أما الباقون فتهيئ لهم قصاصا أيضا ارتفع يا رب قوتك نسبح ونردل لعزتك المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكلوان وإلى دهر الداهرين آمين قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت رحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت رحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت رحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكلوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اخفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكلوان وإلى دهر الداهرين أمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملاكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهر يأعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشريق أمين أمين خلص يا رب شعبك وبارك مراتك وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر واحفظ بقوة صليبك جميع المقتصين بك المجد للآب والابن والروح القدس امنح رأفتك لرعيتك الجديدة المنسوبة إليك أيها المسيح الإله يا من ارتفع على الصليب طوعاً وسر مبهجاً بقدرتك ملوكنا المؤمنين مانحاً إياهم الغلبة على الأعداء ولتكن لهم مؤازرتك سلاح سلم ورأية دفر لا تقهر الآن وكلوان وإلى دهر الداهرين أمين أيتها الشفيعة الرهيبة غير الخائبة يا ويدة الإله الكلية التسبيح لا تعرضي يا صالحاً عن طلباتنا بل وطدي سيرة القويم الرأي وخلص الذين أمرت أن يتملكوا وامنحيهم الغلبة من السماء بما أنك ولدت الإلهية والمباركة وحدك قلنا يا اللهك عظيم رحمتك نضب إليك فاستجب ورحاً يا رب الرحم يا رب الرحم يا رب الرحم أيضاً نطب من أجي المسيحيين الحسني العبادة الأورثودوكسيين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أيضاً نطب من أجيابينا بطري أركنا في أكل سوابين ورئي الصقفة تخرس فوروس كل إخوتنا في المسيح يا رب الرحم يا رب الرحم يا رب الرحم لأنك إله رحيم محب للبشر ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس آن وكل وان وإلى دار الظاهرين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأب البديس المجد للثالوت القدوس المتساوف الجور المحي غير المنقسم كل حين الآن وكل وان آمين المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة يا رب افتح شفتيا فيخبر فمي بتسبحتك يا رب افتح شفتيا فيخبر فمي بتسبحتك يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفس لا خلاصة له بإلهه أما أنت يا رب فناصر ومجد ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرفت فأجابني من جبل قدسه أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينثرني فلا أخاف من ربوات الشعوب المحيطين بالمتازرين علي قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك دربت كل الذين يعادونني باطلا أسنان الخطأة صحق للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينثرني يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بصختك فإن سهامك قد انغرست فيي ومكنت علي يدك ليس لجسد شفاء من وجه سختك ولا سلامة لعظامي من وجه خطاياي لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي مثل حمل تقيل قد تقلت علي قد أنتنت جراحاتي وقاحت من قبل جهالتي شقيت وانحنيت والانقضاء واليوم كله مشيت عابسا لأن متني قد امتلأ مهازئ وليس لجسد شفاء شقيت واتضعت جدا وكنت آئن من تنهد قلبي يا رب إن شهوتي كلها أمامك وتنهدي غير خفيا عليك قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي حتى نور عيني لم يبقى معي أصدقائي وأقربائي ذنوا مني ووقفوا مقابلي وجنسي وقفا مني بعيدا وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون للشر تكلموا بالباطل وغشوشا طول النهار درسوا أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فا وسرت مثل إنسان لا يسمع وليس في فمي تبكيت لأني عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي لأني قلت لا يشمت بأعدائي وعندما زلت قدما يعظم علي الكلام لأني أنا للضرب مستعد ووجعي مقابلي في كل حين لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل قطيئتي أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني وقد كثر الذين يبغضونني ظلما الذين جازوني عن الخير بالشر فتروا علي لاتباع الصلاح فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني التفت إلى معونتي يا رب خلاصي فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني التفت إلى معونتي يا رب خلاصي يا الله إلهي إليك أبكر عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض قفر غير مسلوكة لا ماء فيها هكذا ظهرت لك في القدس لأعين قوتك ومجدك لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتيات سبحانك كذلك أباركك في حياتي وبإسمك أرفع يدي فتمتلئ نفسك ما من شحم ودسم وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي إن ذكرتك على فراشي أهد بك في الأسحار لأنك سرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج التسقت نفسي وراءك وإيايا عضضت يمينك أما الذين يطلبون نفسي باطلا فيدخلون في أسافر الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف ويكونون عنصبة للتعالب أما الملك فيصر بالله ويمتدح كل من يحلف به لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم أهد بك في الأسحار لأنك سرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج التسقت نفسي وراءك وإيايا عضضت يمينك المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين هللو يا هللو يا هللو يا هللو يا المجد لك يا الله يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين يا رب إله خلاصي في النهار والليل صارخت أمامك فلتدخل قدامك صلاتي أمل أذنك إلى طلبتي فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي حسبت مع المنحدرين في الجب صرت مثل إنسان ليس له معين بين الأموات حرا مثل الجرح الراقدين في القبور الذين لم تذكرهم بعد وهم من يدك مقصون جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت علي يشتد غضبك وجميع أهوالك أجزت علي أبعدت عني معارفي جعلوني رذالة لهم فقد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفة من المسكنة صرخت إليك يا رب طول النهار مددت نحوك يدي أفلعلك للأموات تصنع العجائب أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك هل يخبر أحد في القبر برحمتك وبحقك في الهلاك هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في الأرض المنسية وأنا إليك يا رب صارخت فلتبلغك في الغدات صلاتي لماذا يا رب تقس نفسي وتصرف وجهك عني فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي ولما ارتفعت تضعت وتحيرت علي جاز صغتك ومفزعاتك أزعجتني أحاطت بيك المياه النهارة كله اكتنفتني بجملتها أبعت عني الصديقة والقريبة ومعارفي من أجل الشقاء يا رب إله خلاصي في النهار والليل صرخت أمامك فلتدخل قدامك صلاتي أمل أذنك إلى طلبك باركي يا نفس الرب ويا جميع ما في باطن اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي جميع مكافآتك هو الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي ينجي من البلا حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخيرات مجتهياتك فيتجدد كالنسر شبابك الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته الرب رحيم ورؤوف طويل الأنات وكثير الرحمة ليس إلى الإنقضاء يسخط ولا إلى الدهر يحقد لا على حسب آثامنا عاملنا ولا على حسب خطايانا جازانا لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قول رب رحمته على خائفه وكبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا سيئاتنا كما يرأف الأب بالبنين يرأف الرب بخائفه لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب النحن الإنسان أيامه كالعشب وكزهر الحقل كذلك يزهر لأنه إذا هبت عليه الريح بات بلا وجود ولا يعرف موضعه من بعد أما رحمة الرب فهي من الدهر وإلى الدهر على خائفه وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصاياه ليعملوا بها الرب في السماء هيئة عرشة ومملكته تسود على الجميع بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بالقوة العاملين بقوله عند سماع صوت كلامه بارك الرب يا جميع قواته ويا خدامه العاملين إرادته بارك الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته باركي يا نفس الرب في كل موضع سيادته باركي يا نفس الرب يا رب استمع إلى صلاتي وانصت بحقك إلى طلبتي استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتزكى قدامك حي لأن العدو قد اتهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي وأجلسني في الظلمة مثل موت الده وأجر علي روحي واضطرب في قلبي تذكرت الأيام القديمة وهددت في كل أعمالك وتأملت في صنائع يديك بسطت يدي إليك نفسي أمامك كأرض مجدبة أسرع فاستجب لي يا رب فقد فنيت روحي لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب اجعلني في الغدات مستمعا لرحمتك فإني عليك توكل عرفني يا رب الطريقة التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي انقذني من أعدائي يا رب لأني لجأت إليك أعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجل اسمك يا رب تحييني بعدلك تخرج من الضيق نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك كل الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة ما عبدك استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة ما عبدك روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين هلُّر يا هلِلُّر يا هلِلُّر يا هلِلُّر يا هلِلُّر يا المزد لك يا الله يا إلهنا ورزاءنا لك الماز جسالة من الربنا الض주 كريا لإيسال جسالة من الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نط Transit نجد سلام كل العالم وحس ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الكل إلى الرب نطبو نجد هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه في إيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطبو نجد المسيحيين الحسني العبادة الأورتدوكسيين إلى الرب نطبو نجد أبينا وبطري أركنا في أوفيروس وابنا ورئيس ساطفتنا خريستوفوروس ألكان المكرمين الخدام في المسيح شميع الكيروس والشاب إلى الرب نطبو يا رب رحام نجد ملوكنا المحفوظين من الله وموازرة في كل عمل صالح إلى الرب نطبو كرية لا يسو نجد هذه الكنيسة المقدسة وهذه الجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطبو كرية لا يسو نجد سائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى المضيين الأسرة وخلاصهم إلى الرب نطبو كرية لا يسو نجد نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطبو كرية لا يسو واضد وخلص وارحم وحفظنا يا الله بنعمتي يا رب رحام بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم في قدسها والدة الإله خالصينا مع شميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنه ينبغي لك كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والإبن والروح القدس أنا وكل وان وإلى دار الظاهرين أمين الله رب ظهر لنا مبارك للأتي بسم الله أعترفوا للرب ودعوا بسمه القدس الله رب ظهر لنا مبارك للأتي بسم الله من قبل الرب كانت هذه ويعجيبة في عيوننا الله رب ظهر لنا مبارك للأتي بسم الله الله رب ظهر لنا مبارك في ذلك الوقت كتبت مريم مع يوسف الشيخ في بيت الأحمار بما أن من زرع داود وكانت حاملتان الحمل الذي بغير زرع فلما حنى وقت الولاداتي ولم يكن لهما مكان في القارية ظهرات المغارة للمالكة كبلاطا مطريب المسيح يولاد منهضان الصورة التي سقطت منذ القديم في ذلك الوقت كتبت مريم ما يوسف الشيخ في بيت الأحمار بما أنها من زرع داود وكانت حاملتان الحمل الذي بغير زرع فلما حنى وقت الولاداتي ولم يكن لهما مكان في القارية ظهرات المغارات للمالكة كبلاطا مطريب المسيح يولاد منهضان الصورة التي سقطت منذ القديم لقد اكتبت مريم في ذلك الزمان مع يوسف الشيخ في بيت الأحمار لأنها منها سليداود وكانت حبل الحبل الذي بلا زرع فلما حانى وان الولاداتي ولم يكن في القريات ما كان ينزلاني فيه بادت المغارات لعيني مريم المالكة بلاطا آنيقا المسيح يولاد لينهض الصورة التي سقطت منذ القديم كرية لايسون كرية لايسون كرية لايسون سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع الفسنا وبعضنا بعضا وكل خياتنا المسيح الإله لك يا را لأن لك العزة ولك الملكة والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين لقد تمت الآن أقوال الأنبياء فإن إلهنا يولاد غدا من مريم العذرة وولادة تسمع على العقل ويلبث كما كان قبل الولادة فيجتمع المجوس ويحملون إليه الهدايا والرعاة يسهرون ونحن نوران مهاتفين أيها المولود من العذرة يا رب المجد لا 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 لقد تمت الآن أقوال الأنبياء فإن إلهنا يولاد غادا من مريم العذرة ولادة تسمع على العقل ويلبث كما كان قبل الولادة فيجتمع المجوس ويحملون إليه الهدايا والرعاية سار ونحن نرات مهاتفين أيها المولود من العذراء يا رب المجدول يا عائق إن الجند الملائكي قد كفنا يات الرعاة عن الترنيم بالآن أشيد هاتفا نحوهم يقول إن كفوا فيما أنتم ساهيرون أيها المترئيسون على الأغنام وارفعوا أصوتكم بالتسابي فإنه قد ولد المسيح أمور رب الذي ارتذى بأن يخلص جنس البشر بما أنه الإله وجد للأبي والابن والروح القدوس أنا وكل أهوان وإلى دهر الدهرين من الجند الملائكي قد كفنا يات الرعاة عن الترنيم بالآن أشيد هاتفا نحوهم ويقول إن كفوا فيما أنتم ساهيرون يا أيها المترئيسون على الأغنام وارفعوا أصوتكم بالتسابي فإنه قد ولد المسيح الرب الذي ارتذى بأن يخلص جنس البشر بما أنه الإله رحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفاتك امحوا مآثمي اخصني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني لأنني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتسك في قضائك ها أنذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها تنضحني بالزوفة فأطهر وتخسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الدليل أعرض بوجهك عن خطاياي وامح كل مآثمي قلبا نقيا أخلق فيي يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من أمامي وجهك وروحك القدوس لا تنزح مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي أعضدني فأعلم الأثمة أطرقك والكفرة إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إله خلاص فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك لأنك لو أردت الذبيحة لا كنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحق القلب المتخشع المتواضع لا يرذله الله أصلح يا رب بمسرتك صهيون ولتبنى أسوار أور شليم حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات حينئذ يقربونا على مذبحك العجول المجدلك يا إلهنا المجدلك إني أنشت تسبيحة لملادك وترنيمة لتقدمتك أيها الرب إلهي يا من بولادته إعاد ولادته بطريقة إلهية وردني إلى الكرامة الإلهية المجدلك يا إلهنا المجدلك لقد أبصرك الذين فوق العالم على العرش في العلا والذين في أقطار الأرض في المذوذ أسفل فدوشوا لعزتك يا مخلصي فإنهم رؤوك ذا طبيعتين إلها وإنسانا معا على منوال يسوى العقول المجدلك يا إلهنا المجدلك إنك لكي تظهر شارات جسد تجسدك التي يتعذر التعبير عنه أكتبت الرؤى وأوحث بالتنبؤات يا رؤوف فقد أطلمتها بإتيانك الآن بمولودا بالجسد من فتاة نقية في مدينة داود المجد الآب والإبن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهلين آمين لقد بسطت على الأرض أديمة كي تقتبل الخالق الذي اقتبل التمجيد من الملائكة والنجم من السماء والتسبيح من العلاء والهدايا من المجوز وحقيقة معرفة في كل العالم نايت هل ليصيون وتهيئ بيت لحمة فإن الحوية الأشياء كلها سبق فأرسل النجم مخبرا عن تنازله الذي لا حد له والذي ترتعد منه قوة السموات يولد حقا من العذر بلا استحانة وذلك لتفرد بمحبة البشر المجد للأبي والابن والروح القدوس لقد ترواطي بأتعاب الجهاد وتمجاتي بمكفحتي الاستشهاد يا إفجاني المجيد المعادلة الملائكة فقدمت لخالقك كثير قد خلاص فإنك طرمت بالشوق الإلهي فغدرت الوقت يا تزيلة وأتممت الجهادات بشجاعات ففست بعد الوفا بالحياة الخاليدة منظمة فيها دائما إلى أرسك المسيحة لله فتشفى إلي طالبة أن يهيب غفران الزلات للذين يعيدون بلا فتن لتذكارك المقدس فتشفى إلي طالبة أن يهيب غفران الزلات لائق الاستقبال فنقدم الفضاء إلى هداياك المجوس ونسبح مع الملائكة تسبحات الجديدة لإلهنا المولود في بيت لعن من فتاة الله العذراء بلا زرع الذي تمجده البارايا كلها المجد لك يا إلهنا المجد لك لقد اقترب الآن لقد دنا مقبلا الرب رجاء الأمم وخلاص العالم فهيئ المغارة يا بيت لحم وسير محاضرين مع المجوس يا رعا المجد لك يا إلهنا المجد لك لقد لبست مثال الجسد يا مخلص بقوة لهوتك امتجزت بالبشر متحدا اتحادا لا يخامر تشويشتك فخلصت آدم باتخاذك طبيعة الجعل وجعلته خالدا عديم البلاء المجد لك يا إلهنا المجد لك لقد جدت الترابيين بصيرورتك تراب يا خالق فالمدود والأقبطة والمغارة كانت شارات تواضعك أما الخطيب أمك فالمضنون أنه أبوك بالجسد فقد يميل رأي الآب الذي ولدك المجد لك يا إلهنا المجد لك إن ملوك الأمم قد في حملهم بواكير الهدايا لك يا من ولد في مغارة في بيت لحم من أم لم تعاني النفاس رمزا بالمر إلى الموت بالذهب إلى عزة الملك ومن لبان إلى سمو اللهود المجد لك يا إلهنا المجد لقد حطمت الآن وزال سياج العداوة القديمة بحضورك بالجسد أيها المسيح والسيف الهيئي لقد ولل أديان للجميع فأنا أتناول بإيمان من العود الحياء الذي في عدن التي أعود إليها راجعا وأكون فلاحا يفلح أغراس الخالدة المجد لك يا إلهنا المجد لك المجد الآب والإبن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين لقد تسلط الجحيم مع القطيئة على آدم ذريته حتى مجيئك أيها الفادي ولكن تمرده الوقح قد سلط وزال بولادتك بالجسد من صبت داود الذي وضعه نورا في الكرسي على كرسي الملك تملك إلى الآباد المجد لك يا إلهنا المجد لك لقد جرح العدو المضل حين أبصر الإله موضوعا طفلا في النور الفقير وصعد زفرات حين أبدأ باليد إياهية وخلص وذلك لخلاصنا نحن المراتلين مبارك أنت أيها الإله الفادي المجد لك يا إلهنا المجد لك ما أسعد المذود فأنه اقتبل ضمنه خالق الورايا طفلا فظهر مثل عرش شيروبيمي وذلك لخلاصنا نحن المرنمين مبارك أنت يا الله الفادي المجد لك يا إلهنا المجد لك لقد أدرشت يا مخلص في الأقمطة ووضعت في مغارة حقيرة وفي مذود البهائن فأطلق آدم من قيوده ومنحت الحرية لكل المؤمنين ومن ثم فنحن نؤد التسبيحة مقدما لعيد ميلادك مسرورين به المجد لك يا إلهنا المجد لك لقد بطلت الضلال الفارسية فأن ملوك الشرق رصد الكواكب قد وافوا يحملون الهدايا إلى المسيحي ملك الكل المولود ذهبا ولبانا ومرا فيا فتيانا باركوه ويا كهنا سبحوه ويا شعوب ارفعوه إلى كل الدهور المجد لك يا إلهنا المجد لك إني في تخلص الخارق الطبيعة من المخاضي في ولادتك الغريبة يا ابن الأزلي قد طوبت مغبطة أما الآن فعند مشاهدتي إياك فارا من هيرودوس يتقطع فؤادي بسيف الحزن لكن عش وخلص الذين يعظمونك محتفلين المجد للهاب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين لقد وطأت أرض مصر يا أمي ولكني بزلزلة حطمت معبودية مصر صنع الأيدي أما الأعداء الذين يطلبون نفسي باطلا فبما أن العزيز الوحيد سوف ألقي بهم إلى الجحيم وأخلص الذين يعظمونك محتفلين έτηκε την ειρήνη του Κύριου Δαϊθόμεν αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον είμαστε ο Θεός της ηχαρητή της Παναγίας αχράντου υπεριβλογημένης συνδόξة دεσπινήσι μου ανθιοτοκο και υπάρθει ενώρειας και τα πάντον των υγιών μην μουνευσαν δεσίαι αυθούς και ανλήλους υπάσαν την ζωή μου αν Χριστό το Θεό παρεθώ μηθά لأنك أنت إلهنا وإليك نرفع المجدى والاب والابن والروح القدس لانا وكلوان وإلى دهر الداهرين عمين اليوم العذراء تأتي إلى المغارة لتلد الكلمة الذي قبل الدهور ولادة لا تفسر ولا ينطق بها فافرحي أيتها المسكونة إذا سمعت ومجدي مع الملائكة والرعاة الذي سيظهر بمشيئته طفلا جديدا وهو إلهنا قبل الدهور لقد صبوك إلى المسيح يا إفجينيا الشهيدة المتألهة اللب فحفظتي شهامة النفس غير منثلمة وفررتي من المجد العالمي الزائل يا كلية المديه وفررتي من المجد العالمي الزائل يا كلية المديه في هذا اليوم الذي هو الرابع والعشرون من شهر كانون الأول نقيم تذكار القديسة البارة إفجينيا الشهيدة فبشفاعتها وشفاعة جميع القديسين مع والدة الإله أيها الرب يسوع المسيح فارتفعوا راتي ليلة رابي أياتها الأرض كلها ويا شعوب سبحوه بابتهاج لأنه قد تماجى لنصرخ نحوال ابن المولود من الأبي قبل الدهور بدون استحاله المسيح الإله الذي تجسده في آخر الأزمين من الباتون بغير زرع هاتفين يا من رفع شأننا يدوسون أنت يا را أيها المسيح المسابح لا قد خرج قضيب من أصل ياسا ومنه قد نابت زهرة من جابل مضلل مدغل أيها الإله المنزه عن الهيولة فأتيت متجسدا من الباتول التي لم تعرف رجولا فالمجد لقدرتك الضيار أيها المحب البشر بما أنك إله السلام واب المراحم فقد أرسلت لنا رسول رأيك العظيم من حنيانا سلامك ولذا إذ قد اهتدينا بنور المعرفة الإلهية فنحن ندلج من الليل ممجدين لك إن الخوت البحر قد قذف من أحشائه يونان كما تقبله سليما نظير الجاني وأما الكلمة فلما حل في الباتول واتخذ منها جسدا ولد حافظا إياها بدون فساد ولم تلحق استحالة وحفظ والداته بدون مضر إن الفتية إذ قد نشعوا معا على حسن العبادة مزدرين بأمر الملحد لم يجزعوا من وعيدنا لكنهم كانوا يرتلون وهم قائمون في وسط الله بمبارك أنت يا إله باينا نسبح ونبارك ونزد للراء إن الأتون النادي قد صور رسم العجب الفائق الطبيعي لأنه لم يحرق الفتية الذين تقبلهم كما أن نار اللهوتي لم تحرق أيضا مستودع الباتول الذي حلت فيه لذلك فلنسبح مترنمين وقائلين لتبارك الخليقة بأسرها الراب والتزيد رفعة مدى الدور لوالدة لله من نور بالتسابيح نعظمها مكرمين تعظم نفس الربا وتبتع جروحي بالله مخلصي يا من هي أكرم من الشربي وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة لله ياك نوعظم لأنه نظر إلى طواضع أمتي فمنذ الآن تطويبني جميع الأجيال يا من هي أكرم من الشربي وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك نوعظم يا من القدير صنع بي عظايم واسم القدوس ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه يا من هي أكرم من الشربي وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك نوعظم يا من هي أكرم من الشربي صلاح عزم بي سعدهم وشتتت المتكبيرين في ذنبهم يا من هي أكرم من الشربي كما يتقون من الشربي أكرم من الشربي أكرم من الشربي تِنَنْ دُنْ سَيَوْتَكُنْ سَمَقَالِينُمَّ خَطَّى الْمُقْتَدِرِينَ عَنِ الْكَرَاسِ وَرَفَعَ الْمُتَوَاضِعِينَ مَلَى الْجِيَاعَ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْأَغْنِيَرْسَ لَهُمْ فَارِغِينَ Την τιμιωτεραν τον χεροβείμ και εν δοξωτεραν αν συγκρίτων σαν σεραφείμ Την οδιαφθουρος θεολογον τεκούσαν تِنَنْ دُسْتَ وَطُوْكُنْ عَضْ إِسْرَيْلَ عَبْدَهُ التي بغير فساد وردت كلمة الله وَيَا حَقًّا وَالِدَةُ الْإِلَهِ يَاكِ نُعَظِّرْ إِنَّنِي أُشَاهِدْ سِرًّا عَجِيبًا مُستَغْرَبًا المغارة سمان والبتول عارشا شرب ميان والمِذْوَدَ مَحَلًا شَرِيفًا الذي تَكَافِهِ المَسِيحُ الْإِلَى غَيْرُ الْمَوْسُوعِ في مَكَانٍ فَلْنُسَبْحُ مُعَظِيمِينَ وَأَيْضًا بِسَلَامٍ إِلَى غَيْرَبِّ نَطْلُبْ يَا لَيْسُوْدُ وَأَخْلَسُ وَأَرْحَمُ وَأَحْفَلْنَيَا اللَّهُ بِنَعْمَةِ يا رب الرحال بعد ذكرنا كلية القدسة الطائرة الفائقة البركات المجيدة شدتنا والدتنا والدت البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضاً وكل حياتنا للمسيح الإله وكل حياتنا وكل حياتنا وكل حياتنا وكل حياتنا حياتنا وكل حياتنا أمين إن الساكين النور الذي لا يدنى منه والحاوي كل البرايا يولاد من العذراء لعظم تحنون لعظم تحنون لا يوصف ويدرج في الأقمطات كطفل ويضجع في المغارات في مذواد المغارات في المغارات لك هذا يا إن نقض فالنساوي المؤيد بقواتك غير المنظور أيها المسيح لم يكن كل يمنع الجهادات الكاملة ومن ثم فالشهيد إفيني قد جهادت من أجلك جهاد الشجعان فقارنت تذكارها المجيد يا سيد بعيد ولادتك من العذراء القديس الباهي المواقى لنهدي أن تسبيح صلي مريم العذراء يا مؤمنون فها إنها تأتي الآن إلى مدينة بيت الأحمى لتاليد المسيح المخلص فبادروا يا مجوس مع النجم بالهدايا لتسجد له معنا وسارعوا يا رعاة لتهتفوا مع الملائكة إلى المولود في المغارة والمذواد قائلين المجد لك مك عنا نزل انت شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة سبحوه سبحوه بحسب كثرة عظاماته يا لها من أسرار تسم على العقل والنطق فإن الإله يولد على الأرض عن عظم تحنن لبساً صورة عبد كي يخططف من عبوديات العدو الذين يتفون إليه برغبة حرة قائلين مبارك أنت أيها المخلص المحب البشار الوحي سبحوه بلحن البوق سبحوه بالمزبار والقثار ها الامة يا إسرائيل ثقيل القلب اقشع الغيمة التي تخشي نفسك وعرف المولود في المغار أنه الخالق فهو رجع الأمم هو الذي ينقذ عيادك لأنك لا تذعن مقتنعاً سبحوه بالطبل والمصاف سبحوه بالأوتار وآلات الطارب فيما كانت العذراء التي لم تذب خبرة الزواج حاملتان المسيح هتفت قولوا يا ابني كيف أحجبك في الأقمطات أيها الشمس وكيف أرضعك يا مغذي الطبيعة كلها وكيف أضمك بين يدي يا ضابط كل البرايا وكيف أتفرس فيك يا من لا يسور الكثير الأعين على التفرس فيه سبحوه بالغمات الصنوج سبحوه بصنوج التاليل كل نسمة فلتسى بحيرا أشيد يا رعاب يا نشيدة جديدة واطرحوا يا مجوس ألا قويل المجوسية واضطر يا جبال ويتار إلى لبتيجي وسرورا ولما يا بنات الملوك لفرح والدة الليلة ولنا قلنا يا شعوم مبارك أنت يا إلان المولود المجدولا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لفرح montrer يا بيت الضV يا بيت الضV يا بيت الضV يا بيت الض� وحضر يا يوسف لتكتب مع مريا وقر جدا فالمذوا دمو وقر جدا والاقميطة تختابلوه فيدرج بها المسيح إلهنا الحياة ويحلوا عنا سلاسل الموتين ويسوقنا إلى الخلود وعدم البلاد ويسوقنا إلى الخلود ويسوقنا إلى الخلود ألا نوى كل وان وإلى دار الداهرين أمين أعظم غبطة بطن فتاتي الله الذي ضار بالعقل يرحب من أسام الأن الذي لتسعى تلك قد حمل هذا بي وما عظم غبطة ثديي العذراء الذين راضعوهم المسيح مغذية كلنا سما الذي تجسد من مستوداع العذراء ألا تيلم تاري فراجولا مغذية ألا تيلم تاري فراجولا يا فغي سيريني ألا ترى في سبتك نسبحك نباركك نسيود لك نمشدك نشكرك من أجل عظيم جلالي مجد يرية وسيلة أبورانية فاتر باندو كراتور يرية منوينة يسو خرسة وآجي أحنه مار كي يهربوا الليلة يا حمل الله يا بدلنا يا حامل خطيئة العالة مرحمنا يا رافعة خطايا العالة كي يهربوا الليلة أبورانية فاتر باندو كراتور أنت وحدك الراب يسوى المسيح في مجد الله الليلة أبورانية فاتر باندو كراتور 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 الليلة أبورانية فاتر ص College الليلة أبورانية فاتر باندوك الليلة أبورانية فاتر باندو كراتور اشتركوا في القناة 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 منهضا اشتركوا في القناة 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 يا ربا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 لك يا راه لأنه لك العزة لك الملك والقدرة والماج أيها الأب والابن والروح الخدس الآن وكل وان وإلى دار الداهرين آمين ألم نتاج بالرب ونهلل لله مخلصنا خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسه لنرتل لك هللويا ندرك وجه بالأتراف ونهلل له بالمزمير لأن الله رب عظيم وملك كبير على كل الأرض خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسه لنرتل لك هللويا لأن بيده عقاص الأرض وله رؤوس الجبال لأن البحر له وهو الذي صنعه ويداه جبلة اليابسه خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسه لنرتل لك هللويا المجد لله والابن والروح القدوم الآن وكل وان وإلى دار الداهرين أمين يا كلمة الله لابن الواحد الذي لم يزل غير مائد لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة الباتولية ماريا وتأنست بغير استحالته وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالث القدس الممجد مع الآن والروح القدس خلصنا α έτηκε την ειρήνη του Κύριου Δεϊθώμε κύριε Αλέησο αντιλαβούς όσων ελέησων και διαφυλαξών ημάς ο Θεός της ηχαρητή κύριε Αλέησο της Πανάειας Αχράντω υπερευλοημένης συνδόξο δεσποινησιμόν Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα Πανάτω في ذلك الوقت كُتِبَتْ مَارْيَمُ مَا يُوسُفَ لَا دَاتِ وَلَمْ يَكُونَ لَهُمَ مَكَانٌ في القَارِيَة ظَهَرَتِ الْمَغَارَةِ لِلْمَالِكِ كَبْلَاطًا مُطْرِبًا هَلْمَا هَلْمَسِيْحُ يُولَدُ مُنْهِضَانِ الصُورَةَ اللَّةِ سَقَطَتْ مُنْذُ الصُورَةَ 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 يَبْتَ يَبْنَالَّهِ يَابْنُ هُوَةُ عَاجِبٌ اشتركوا في القناة 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 لا يموت رحم ناذي نامي 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 اشتركوا في القناة 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 ليعمل بها اشتركوا في القناة 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 القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها المماثلون أهلا أن يتخدم إليها وقوية أميها ويخدمك يا ملك المجدى لأنمتك عظيمة شان ريمة عند نفسه وما تسمى ويريضا لكن لأنمتك المشهدة لا تنصف ولا تحسرت إنسانا بالاستحان شاهدنا 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 موسيقى 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 أبناء هذه الرعية والموجودين في هذه المدينة مع نسائهم وأولادهم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آذن وإلى دهر الداهرين أبناء وبطريار كيناثيوفيلوس أبناء ورئيس ساقفة خريستوفروس ليذكره من الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آذن وإلى دهر الداهرين المطران قسطنطين مع كهنوتكم وشموسيتكما ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آذن وإلى دهر الداهرين آمين الذين ذكرت أسماهم على المذبح المقدس من أحياء وراقدين مع ابنائنا الذين في القربى والذين في المهجر وفي بلاد الانتشار الذين في الأحزان والشدائد والضيقات والأوبئة الذين في السجون والمعتقلات والمناف والذين في أخطار الطبيعة مع ابنائنا الذين في المدارس والجامعات ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون ويحسنون إلى هذه الكنيسة المقدسة والذين يعملون فيها وفي جميع كنائسنا في المملكة مع جوقة الكنيسة سيدات الكنيسة الشبيبة مع الكشاف ومدارس الأحد والسيدات ليذكرهم الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين أمت الله ريتا الراقدة على سرير الشفاء من أجل صحتها وسلامتها مع ابنائنا المحتفلين في هذا العيد الشريف ليذكرهم الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين السابق رقادهم والذين ذكرت أسماهم على المذبح المقدس مع المطوبين الدائمي الذكر الذين عمروا هذه الكنيسة المقدسة والذين سبقوا وخدموا فيه مع جميع أمواتكم والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين كانتكم ليذكر رب الإله في ملكه السماوي كانتكم ليذكر رب الإله في ملكه السماوي أمواتكم كانتكم ليذكر رب الإله في ملكه السماوي والذين يدخلون إليه بيمان وبرع وخوف أمواتكم 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 الذي به hero بمساطكم منبثق الذي هو مع الآب والإبن مسجود وهو مجهد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والخياة في الدهر الآتي أمين لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة تسبيح ومحبة الله الآن وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحك لنضع قلوبنا فوق ليألنا عند الرابع لنشكر أن الرابع واجباً وحاقاً وروحك القدوس وقد أبرستنا من العدم إلى الوجود ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفقت عمل كل شيء حتى إنك أصعدتنا إلى السماوات وهبتنا ملكك الآتي فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهراً كان أم خفياً ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديه الشرفيم والسيرفيم ذو الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين دوس 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 رب صباح ما الآن توني سماو يا من أحب العالم لهذا المقدار حتى أنه هذا لم نهوحيد لكي لا ينتقل ويحصل الحياة الأبدية وصنا بالأعالي مباركوني اللاتي باسمراً 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 مما لك نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب وإليك نطلب يا إلهنا يا الله في اللي أنا الخاطئ ورحمني يا الله في اللي أنا الخاطئ ورحمني يا الله في اللي أنا الخاطئ ورحمني إن نقرب لك أيضا هذه العبادة الناطقة غير النموية ونرغب إليك ونطلب ونضرع فأرسل روحك القدوس علينا يا إلهنا وعلى هذه القرابين الموضوعة واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم وأما ما في هذه الكأس فدمى مسيحك الكريم وحولا إياهما بروحك القدوس أمين 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 حتى يكونا نبارك يا أمين نبارك إياك نشكر يا يا رب وإليك نعطو يا إلهنا خلص الذين يعظمونك خلص الذين يعظمونك وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة لله الدائم البتولية مريم بواجب لاستهدال تأني عقار عقار نغرب والدة تاليله دائمات طوبة 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 مع جميعكم مع روحك هذا ذكرنا جميع القدسين أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا نطلب من أجل هذه القربين المكرمة التي قدمت وقدست إلى ربنا نطلب من أجلنا إلى أنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبح السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحة زكي يرسل لنا أعوض النعمة الإلهية وبوئبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ذيق وغضب وخطر وشدد إلى ربنا نطلب أعوض وخلص وأرحم وأحفظ يا الله بنعمة أن يكون نهارنا كله كاميا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة ربنا نسأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظ لنفوسنا وانسادنا ربنا نسأل أفرانا خطيئنا والصفحى ذنوبنا ربنا نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام العالم يا ربنا نسأل أن نقيا بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة يا ربنا نسأل أن تكون واخر وحياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزن وجوابا حسنا لذا منبر المسيح المرهوب نسأل استجيب يا ربنا بعض سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودعنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح للا لك يا ربنا والله والسيد والنصر بدالتين على أنت وقبا غير مدينين أيها الله السماو ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهر يعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشبير لأنه لك الملك والخدرة والماجد أيها الأب والابن والروح القدس ألا أنا وكل واني وإلى دائر الداهرين أسلام بجميع الموضة لنوحك لنحن روزنا للرب لك يا رب بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه مع روحك الكلي قدس الصالح المحي الآن وكل واني وإلى دهر الداهرين آمين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلما لتحديثنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا هاهنا غير منظور وأهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل الشعب يا الله خلينا الخاطئ والحمني يا الله خلينا الخاطئ والحمني يا الله خلينا الخاطئ والحمني أدفعك يا منك وإله القدسات للقدسين قدسات للقدسات للغاية قدسات 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 للغاية اشتركوا في القناة وفي ديار بيتي لا أهينا هاليلويا بسم الله والابن وروح القدس للواحد أمين أيها الأبناء الأحباب كل عام أنتم بخير يقول بولوس الرسول في رسالته إلى تسالونيك الثاني الإصلاح الثاني أي عشرة لأنهم لم يحبوا أو لم يتابعوا محبة الحق كي يخلصوا ويتكلم القديس يحن الذهبي الفم عن محبة الحق هو الرب يسوع المسيح محبة الحق هو الرب يسوع المسيح لأن المسيح هو الله اللوغس الله المحبة الذي أحب العالم لدرجة موته على الصليب وهو محبة الحق والحق هو نفسه الرب يسوع المسيح لأنه أيضا هو الذي أظهر الحق للعالم والبشر فعيد الميلاد يدعى أيضا عيد الظهور الإلهي لأن الله أظهر ذاته للبشر باتحاده بطبيعتنا البشرية الفاسدة لكي ينقذها من الفساد ومن الموت ويعيدها إلى الحياة الأبدية الهدف النهائي للتجسد والصلب والقيامة والصعود هو أن يصل الإنسان إلى التأله إلى القداس إلى حياة الله بالتالي الله المتجسد هو الذي أحبنا بشكل هائل جدا وعلمنا وعلمنا المحبة وهو مقياس المحبة وهو مقياس العدل وهو مقياس أيضا البر ويقول القديس يحنى الذهبي الفم أن الله المتجسد يسوع المسيح هو أرض الأحياء أيضا كما يقول المزمور 116 أسبحك في أرض الأحياء لأننا عندما نتحد في المسيح يسوع نصبح أحياء ونصبح أعضاء في جسده ونصبح أعضاء في جسده المتأله ونصبح أعضاء في جسده الحي وبالتالي المسيح الله المتجسد هو أرض الأحياء وبالتالي جميعنا يسبح الله في أرض الأحياء أي نحن نسبح الله من خلال الإبن الذي وصورة الآب الإلهي المتجسد لم يرد فقط أن يخلصنا من أدران الخطيئة ومن الموت والفناء ولكن أعطانا الحياة الأبدية يعني خلصنا من الموت والفناء ولكن أعطانا الحياة الأبدية خلصنا من الشرور وأعطانا الخيرات خلصنا من الشر ومن قوى الشيطان وأعطانا وأعطانا البر والقداسة إذن نحن الذين نحيا بالمسيح يسوع نحيا في البر والطهارة والقداسة وهذا حدث بسبب أن ملك الملوك والكائن الأعظم والنبي العظيم الرب يسوع المسيح قد تجسد وخلص طبيعتنا البشرين فالقديس يحن ذهب الفم يتكلم على أن المسيح عنده ثلاثة ميزات مهمة جدا أولا هو الملك ثانيا هو رئيس الكهنة ثالثا هو النبي العظيم زين أهل موسى سيقيم لكم الرب الإله من إخوتك نبيا مثلي فله تسمعون والنفس التي لا تسمع له تقطع من الشعب هو أنه ملك هو ملك في الملكوت السماوي وبالتالي نحن أصبحنا باتحاد نبي شعب ملكي هو رئيس كان على رتبة ملك صادق ملك صادق كان صورة بدائية تنبؤية للمسيح الملك ملك صادق يسمى ملك السلام والمسيح والمسيح هو السلام صادق الحق والمسيح هو الحق هو القائل والطريق والحق والحياة هو النبي الذي جمع الشعوب الأمم واليهود إلى شعب واحد لكي يعبدوا الله شنيك قال من مصر دعوت ابني ليش من مصر دعوت ابني لكي يعلن أن الخلاص ليس فقط ولليهود وإنما للأمم من مصر دعوت ابني وهكذا يا إخوان في المسيح يسوع في محبة المسيح يسوع جميعنا نتحد مع بعضنا البعض ونتحد بالله ليس اتحادا أخلاقيا وإنما اتحادا كيانيا المسيح لم يتحد بنا اتحادا أخلاقيا وإنما أخذ هذه الطبيعة البشرية من مريم العذراء واتحدت هذه الطبيعة البشرية بالطبيعة الإلهية وبالتالي الطبيعة الإلهية والإنسانية تعودان إلى الله الإبن الله الكلمة الله الحق الله السلام الله المحبة فالمسيح هو السلام وهو المحبة وهو العدل وهو البر وهو التقوى وبالتالي نحن به وله قد خلقنا كما يقول بولس الرسول فدعونا نحتفل بهذه الأيام بالبر والطهارة والنقاء وبالتالي نصبح تصبح مغارة قلبنا مغارة سماوية والبتول عرشا شربميا أي نحوي في داخلنا مريم العذراء التي تحمل المسيح ونصبح نحن أبناء سلام أبناء محبة أبناء قدوة صالحة لكل من يرانا حتى يأتي إلى الحق ونصبح مبشرين بالحق وكل عام وأنتم بألف خير وسلام أبناء وإمان ومحبة تقدموا أمين 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 الله رب دارة لنا مبارك نلاتي بسمي رب سبيح اسم رب سبيح يا عبي ذار حليلوية الوقفين في بيت رب وفي ديار بيت لاين آه 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 زبيح رب فإن الرب صاليح أشيد لإسمه فإنما هو لذي دون عاليليا فإن الراب قد اختار له يا عقوب اختار إسرائيل خاصة له عاليليا لقد علمت أن الراب عظيم وأن سيدانا فوق جميعي العاليليا عاليليا كل ما شرب صناعه في السماوات والاة في البحار وجميع الأوجاء عاليليا حلص يا الله شعبك وبارك ميراتا قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلصنا قد رحيم الآن وكل الآن وإلى دهر الداهرين أمين ليمتلئ فامنا من تسبحتك يا رب لكي نصبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك في أسرارك المقدسة إحفظنا في قداستك لهجينا طول النهار ببرك أليلويا 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 أليم لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أليه الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين لنخرج بسلام إلى ربي اطلوق كري على الصمES اشتركوا في القناة 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 شكرا